مرحبا بكم في قناة تحفة يوب حيث تم المطالبة بداية كل من تحكوت وشركائه المتابعين في ملف تركيب السيارات دفع مبلغي فوق 309 مليار دينار أي 30 ألف مليار سنتيم كتعودات عن الخسائر الضخمة التي تسبب بها هو وشركائه وبعض المسؤول للخزينة وحسب ما ذكر فإنه يطالب أن يتم دفعها من طرف كل من محيد دين تحكوت رشيد تحكوت وحميد تحكوت وبلال تحكوت وجميع شركائهم في هذا الملف دون ستناء أي فرض بينهم الوزراء ومختلف الإطارات والمسؤولين عن كل الخصائر تلك كونهم هم من سهل للرجال أعمال تغول والنهب حيث طلبهم بدفع مبلغ ضخمهم كذلك أي نسبة من كل تلك الخصائر وقصد في حديثه كل من عبدالغاني سعلان ويوسفي يوسفي عمر غلوة بوشوارب وأويحيا وسلال كونهم تسببوا أيضا في خصائر ضخمة حيث طلب أكثر من خمسون من المتهمين بدفع غرمص ضخمة ممثلة للمال الذي نهبه مع مصدرت كل أملكهم كيفما كانت داخل وخارج الوطن مع العلم أن طحكت إلثموس عليه 16 سنة حبسا نفينا وإخوانه الأربعة بأحكام تروحت من 3 إلى 12 سنة بينما سلال وأويحيا 15 سنة 10 سنوات لكل من يوسفي وزعلان وعمارغول 20 سنة ضد بوشوارب مع أمر بالقبض الدولي وأحكام بين 3 إلى 10 سنوات على باقي المتهمين في انتظار الأحكام النهائية والملفاس تقيلة التي سيتم فتحها أيضا فما رأيكم في أهم خرجة في المطالبة بالتعود على كل الخصائر ومصادرة ممتلكتهم جميعا اشترك في قناة تحفتيوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق